مرحباً كأوراق الشجر يتساقطون الواحدة والآخر هذا هو حال الجيش الأبيض الذي يتصدى لأعنى في معركة ضد عدو غير مرئي يفتك بضحاياه دون رحمة أو تمييزة بين شخص أو آخر الواقع الصحي في العراق مقبل على مأساة خطيرة في ظل أعداد الإصابات المتزايدة بين الطواقم الطبية والتي تجاوزت المئات كونهم بتماس مباشر مع المرضى في التصدي للوباء رغم ضعف الإمكانيات نتيجة تهالك المؤسسات الصحية تقرير أمريكي كشف عن المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها العاملون بالقطاع الصحي في العراق نتيجة اختلاطهم المباشر مع المصابين وهو ما يهدد بتحطم نظام الرعاية الصحية في البلاد بسبب استمرارهم بالعمل وتقديم العلاج رغم إصابتهم بالفيروس وعلى الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها العراق في معركته ضد الوباء والجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر الطبية والصحية يأتي من يتطاول عليهم ويشن حملات كاذبة بهدف تشويه ما يقومون به من عمل بطولي لا يقل في أهميته عما تقوم به القوات المسلحة في التصدي للإرهاب فالفيروس والإرهاب كلاهما يفتك بالعراقيين دون رحمة الأمر الذي دفع وزارة الصحة العراقية إلى التهديد بمحاسبة كل من يفكر بالتطاول على الكوادر الطبية والصحية مهما كان اسمه أو عنوانه وملاحقة تلك الجهات قضائيا ويبقى الواقع الصحي في العراق رهين الأزمات المتتالية والتجاذبات والمصالح الحزبية والسياسية التي تحاول تحقيق المكاسب حتى إن كانت على حساب المواطن أو جيشه الأبيض الذي يتصدى لحربين في آن واحد حرب الفيروس وحرب تحقيق المصالح